إحدى النساء بلغت من العمر أربعين سنة ولكن في الحمل الأخير تعب جسمها ولم تقدر أن تؤدي حق البيت كالعادة وأصابها الآن الروماتيزم في يديها هل يجوز أن تقطع النسل بعد تلك الظروف؟ جزاكم الله أخيرا إذا قرر الأطباء أنها لا تتحمل الحمل وأنه يضر بها إضرارا بينا فلا مانعا من قطعه تفعل الظرر قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن هذه ضرورة فإذا قرر الأطباء أن في الحمل ضررا عليها فلا بس بطهي إلا إذا كان ضررا يسيرا محتملا فلا تقطع الحمل لما فيه من المصلحة والخير والذية التي قد ينفع الله بها